تتركز عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة إلى جانب معارك أخرى في وسط وشمال القطاع وسط تصد من فصائل المقاومة واستهداف لآليات الاحتلال وأحباط عمليات تواغل عدة جنوباً في خانيونس سحب الجيش الإسرائيلي لواء احتياط كرياتي بعد زعمه أنه أنهى مهمته فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل حيث أفيد بإطلاق نار باتجاه المستشفى ما أدى إلى استشهاد وإصابة نازحين وكذلك سجلت غرات وقصف مدفعي واشتباكات في محيط جمعية الهلال الأحمر وداخل مخيم خانيونس بالتوازي مع استمرار قصف المدفعي في منطقة حي الأمل وقد أعلنت سراي القدس عن قصف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم غرب وجنوب غرب مدينة خانيونس بوابل من قضائف الهون كما أعلنت كتائب القصام عن استهداف دبابة من نوع ميركافا بقضيفة الياسين 105 أثناء تواغل آليات الاحتلال في مدينة خانيونس إلى هذا لا تزال المنطقة الشرقية الجنوبية لخانيونس عرضة لقصف إسرائيلي من الطائرات الحربية والمدفعيات التي استهدفت كذلك وسط وشرق خانيونس مع تسجيل تواغل للآليات الإسرائيلية شرقية بلدة الفخاري شرقية المحافظة فيما تقول إذاعة جيش الاحتلال إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع استمرار المنورات البرية في خانيونس لعدة أسابيع أخرى والهدف وفق الإذاعة تقليص الأماكن التي يقيم فيها كبار مسؤولي حماس قدر الإمكان والوصول إلى تلك المقارات الموجودة تحت الأرض والقضاء على القدرات العسكرية لحماس أما في المنطقة الوسطى فتستمر الاشتباكات ومحاولات التوهل الإسرائيلية لكن دون إحراز تقدم حيث تعمل ثلاثة ألوية رئيسية ووحدات نخبة فصلت مخيم البريج عن النصيرات ومخيم النصيرات عن الزوائدة وأيضا الزوائدة عن المغازي والمغازي عن البريج في وقت أعلنت فيه سرايا القدس إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع كوار كابتر خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في البريج وفي شمال القطاع تدور اشتباكات في بيت لاهيا وجباليا وسط تحليق كثيف للطائرات الحربية الإسرائيلية وتعلن المقاومة استهدافة موضع لجنود الاحتلال غرب بيت لاهيا بعدد من قضائف الهاون من العيار الثقيل وتقول صحيفة معارف العبرية إن النشاط حماس في المناطق التي سبق أن زعم جيش الإسرائيلي سيطرت عليها في الشمال هو نشاط يثير قلقا في إسرائيل مضيفة أن نهاية الأسبوع جهدت زيادة نسبية في عدد عمليات إطلاق الصواريخ من المناطق تلك وسط مخاوف لدى قيادة جيش الاحتلال من تنامي القدرة العسكرية لحماس شيئا فشيئا وتآكل ما سمته بالإنجازات التي سجلتها إسرائيل مع مرور الوقت